في مجمل الخبر اللي اتكلمنا فيه ان عبدالعزيزي عقوب اثبتت جراحة الرباط او اثبتت الاختبار الطبي او الكشف الطبي اللي عمله النهاردة ان هو اجرى جراحة الرباط الصليبي مرتين طب ده عبدالعزيزي عقوب وممكن ان دي الاهلي يكمل التعاقد ممكن ما يكملش التعاقد حسب ما هيتأكد الكشف الطبي بكرة وفقا للاتفاق المبرم ما بين النادي الاهلي اللي اهتم مبارح مع نادي ريو افي هو انتقال اللعن مقابل اثنين ونصف مليون يورو تيجي بص البرستاو فيديته والتعاقد معاه والنادي الاهلي استفاد منه ولا لا او كل شوية بيتصاب وعنده مشكلة فالنادي الاهلي ما استفادش منه لغاية دلوقتي ووفقا لكلام كولر انه هو افضل لاعب من اللاعبين المهاجمين اللي هو ممكن يعتمد عليهم وبالتالي لكن الاصابة بتاعته هي اللي مخلقية كولر ما يعتمدش على بيتاوه طب ده بالنسبة للصفقات او صفقتهم في النادي الاهلي تيجي تبص في نادي الزمالك تعاقد مع ابراهيم نداي وابراهيم نداي من ساعة ما تم التعاقد معاه ما لعبش مطشن على بعد وعنده نفس الاصابة وانا قلتلك قبل كده عنده نفس الاصابة اللي بيعاني منها بيرستاوه والغاية دلوقتي الجهازة الطب النادي الزمالك بقيادة محمد اسامة بيرجي عودته مرة تانية للتدريبات الجماعية او للمباريات علشان الولد ما يتجددش صبته كل شوية زي ما انت بتشوف بالنسبة لبيرستاوه وانا بكلمك كلام مصادر وكلام من معلومات سواء من داخل النادي الاهلي او من داخل النادي الزمالك لما تيجي ببص على سامسون مهاجم نادي الزمالك بالوزن الزايد بالاصابة بالغاية دلوقتي سجل هدف واحد في مشاركاته مع نادي الزمالك وكان غير مؤثر في الفترة اللي شارك فيها في مباراة اسوان وتيجي بقى تبص على تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونارد تاني تيجي انت بتبص لأكبر ناديين النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي هم أكبر ناديين شعبية وبطولات وتاريخ مش في مصر ده في الوطن العربي وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط لما تيجي تبص على الصفقات الأجنبية اللي بيتعاقدوا معها والمبالغ المالية يعني انت بتتكلم في إبراهيم انادي سامسون الناحية التانية بيرستاو و عبدالعزيزي عقوب إذا تم بلاش عبدالعزيزي عقوب عشان الناس هتطلع تقولك أصلا عبدالعزيزي عقوب احنا لسه ما جيبناه طب يا باشا بيكسوني طيب كلبالي كلبالي اللي كان هرب قبل كده اللي دخل فيه الصفقة الخاصة بكريستو اللي هنضم للنادي الأهلي خلال برضو فترة الانتقالات الشتوية قادما من النجم الساحلي ولما تيجي تبص على النصر السعودي يوم لما تعاقد مع لعب أجنبي إيه اللي حصل له ناردة شيرتات كريستيانو رونالدو بتدخل لنادي النصر السعودي حوالي 2 مليون يورو التي شيرت بس أول لما تم الإعلان عن كريستيانو رونالدو منضمن إلى فريق نادي النصر السعودي هتقول لي ده العب يخلص ده جاي ياخد فلوس ده المبلغ المالي مش عارف عمل كام لكن أنا بكلمك دلوقتي العالم كله بكلمك من ناحية التسوقية يعني كريستيانو رونالدو لو ملعبش مطش واحد مع النصر السعودي في الدور السعودي فهو أفاد الدور السعودي بأكمله مش النصر بس فهنا بتأتي الصفقات أو كيفية التعاقد مع الصفقات الأجنبية والصفقات المدوية يعني كريستيانو رونالدو لو مجابش جول واحد في الفترة اللي هيعودها سنتين ده إذا قعد سنتين مع النصر السعودي فهو ده خلوهم فلوس وعملوهم ماركتنج أو عملوهم تسوي ما تعملش للنصر السعودي ولا في الدور السعودي من عشرات سنين فبالتالي الصفقات الأجنبية لأكبر ناديين سواء في الأهلي أو في الزمالك محتاجة إعادة نظر محتاجة أن أنت طالما ما معاكش فلوس والدولار غالي وإنت إمكانياتك المالية مش هتقدر تجيب لعبين أجانب من الصف الأول ما تجيبش وهي مسؤولية اتحاد الكرة اللي بدل ما يقلص عدد الأجانب في بداية الموسم زود عدد الأجانب إلى تمام لعبين ما بين خمسة لعبين في الفريق الأول وتلات لعبين في الشباب أو تحت السن فأصبح عندك تمام لعبين يحق لي الفريق الأول اللي استعانى بيهم بشكل أو بآخر ترجمة نانسي قنقر